هو صاحب صبح الأعشى هذا العمل الموسوع والفكري الذي استغرق لإعداده حوالي 20 سنة وجاء في 14 مجلد فاستحق عن جدارة أن يكون صاحبه واحد من أعلام التجديد والتطوير في الفكر والتراث الإسلامي الإمام القلقشندي في مصر أرض المجددين أبو العباس القلقشندي ويتمثل محور مشروعه التجديدي في كتابه صبح الأعشى وإن كانت له كتب أخرى حيث جمع في هذا الكتاب موسوعة فريدة في علم التاريخ والجغرافيا والسياسة والكتابة والخطوط بل وأنواع الورق وألقاب كل ذي لقب وكيف ننشئ الرسائل وكيف نتعامل مع الآخرين مع رؤية عميقة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات الدولية حتى أصبح هذا الكتاب المطبو في 14 مجلداً أصبح حجة لكل من أراد أن يتعلم هذا الفن نقطة فارقة رحم الله أبو العباس القلقشندي رحمة واسعة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلاً بكم أهلاً وسهلاً بكم أهلاً بكم معناً اسمح لي نتحدث اليوم عن صاحب صبح الأعشى عن الإمام القلقشندي يعني لو وصفوا فضيلة الدكتور فماذا سيكون الوصف؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه عليه الصلاة والسلام أبو العباس شهاب الدين أحمد القلقشندي هو من قرية قلقشندي التابعة للقليوبية وانتقل إلى رحمة الله تعالى عن 65 سنة سنة 821 يعني في أوائل القرن التاسع الهجري 821 هو انتقل إلى الأسكندرية وتعلم على علمائها منهم ابن الملقن ومنهم ابن فضل الله العمري ابن فضل الله العمري كان رئيساً لديوان الإنشاء ديوان الإنشاء ده يشبه في عصرنا الحاضر ديوان رئاسة الجمهورية تصدر منه الرسائل من الحاكم إلى إخوانه الحكام في سائر البلاد في الشرق والغرب والشمال والجنوب هذا الدوان له قوانينه له مبادئه له قواعده له علومه التي ينبغي أن يتحلى بها من يعمل فيه زي بالضبط الشروط اللي بنحطها لما واحد يجي يلتحق بوزارة الخارجية لازم يعني يتقن عدة أشياء من ضمنها اللغة من ضمنها لغات الأجنبية يعني من ضمنها المعلومات العامة من ضمنها ما يتعلق بالتاريخ بالجغرافيا بالأشخاص اللي هو اهتم به الأمريكان بعد كده وبقى يطلعه هو إزهو مين هو ده يعني تراجم الأعلام كل هذه الأشياء كانت في الحضارة الإسلامية على أبدع ما يكون وخاصة وصلت إلى الغاية في عصر المماليك كان ابن فضل الله العمري ده بقى رئيس ديوان الإنشة يعني رئيس ديوان الرياسة أو الحكم في هذا الزمن فتلمز القلقشندي على ابن فضل الله العمري منذ صغاره ومن هنا حاول أن يكتب ورقتين ثلاثة أربعة كده في مقامة مقامة ده أسلوب أدبي بيبقى موزونه لكنه نسر زي مقامة عيسى بن هشام زي مقامات الحريري زي مقامات ابن الحمداني إلى آخره فكان فن المقامة في هذا الوقت يعني معمول به وشائع فكتب مقامة عن ديوان الإنشة اللي هو شغال فيه اللي هو شغال فيه واللي هو أعجب به ولقى فيه ضلطه لأنه موسوعي وجد فيه اللغة والخط والكتابة والإملة والتاريخ والجغرافيا وتراجم الرجال والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدب ويعني وجد فيه ضلطه وهو رجل موسوعي وزهنه مبني على هذه الموسوعية فأراد أن يكون في هذا التخصص لما السلطان أرى الورقتين ثلاثة دول قالوا ما تشرحهم فشرحهم في صبح الأعشة في صناعة الإنشة وكسمها صناعة أو في ديوان الإنشة طلع 14 مجلد لما جينا نضاع 14 مجلد؟ 14 مجلد في شرح الورقتين الثلاثة دول؟ في شرح الورقتين الثلاثة دول لانه يجي في الورقتين الثلاثة يقولك ويجب على كاتب الإنشاء أن يرمى بتراجم العبادة وبأحوال البلاد طيب تراجم العبادة يبقى يبقى هيجب لك كل الحكام اللي موجودين ممن تتعامل معهم مصر عشان تبقى واخد بالك من ألقابهم من صفاتهم من شخصيتهم من مفتاح شخصيتهم تخطبهم إزاي تدخلهم إزاي إيه الحاجة اللي ترضيه الحاجة اللي تغضبه علشان ما تكتبهاش وهكذا يبقى إذن لما أجي أفصل الكلمة دي بس اللي هي تراجم العباد يبقى ده هتاخد مجلدات لما أقول بقى أحوال البلاد يبقى هتتكلم في التاريخ هتتكلم في الجغرافيا وهتتكلم فيه علوم السكان وهتتكلم وهكذا وكمان من الجوانب بقى المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا إلى آخره فقدم له بمقدمة طويلة جداً صبح الأعشى وبناها على أنه كتاب مدرسي كتاب سيدرس وبعد ما انتهى منه قال الله طيب أنا دلوقتي شرحت المقامة في 14 مجلد وخلاها على مقدمة وعشرة أبواب طيب هو في حد عند وقت يقرى الـ 14 مجلد عشان يفهم من الأربع وراءات من الأربع وراءات لو أرى الأربع وراءات برضو بقولك كلام مضغوم أو يعني يعني إيه تراجم بالعباد وأحوال البلاد يعني ما برضو كلمة مش هتشبع نهم القارئ ولا هتجعل له صورة يتصور بها ايه هو ديوان الانشة ده لكن لما جيه يكتب بها كتبها في عشر مقالات او في عشر أبواب وفصل تفصيلاً ايه هي الكتابة فضل لغاية ما قال طيب هنكتب على ايه وتعرض إلى الورق وصناعة الورق وأنواع الورق علشان يبقى كاتب الانشة ده فاهم كل حاجة وفاهمها بعمق وفاهمها من أولها لآخرها ومن هنا كانت صناعة الانشة متوائمة معا ابن فضل الله العمري له كتاب كبير طبع وبذل في طبعه يعني مجهود كبير في نصف الأول من القرن عشرين اسمه المسالك والممالك يبقى بيتكلم عن الجغرافيا وبيتكلم عن التاريخ الممالك اللي حولينا دي أو اللي في الأرض شكلها ايه وكيف يتصورها الجغرافيون الأوائل بيتصوروا أنه هناك أقاليم سبعة طيب ما هو مصر فيها أقاليم سبعة فيها الدلتا وفيها الصعيد وفيها وسط الصعيد وفيها جنوب الصعيد وفيها الساحل وفيها كذا سبعة بتاعات برق قالك لا دي السبعة هنا موجودة على صورة طائر المنقر بتاعه في الصين والرقبة بتاعته في أفغانستان وانت نازل على إيران كده وكده والجناح اليمين اللي هو اليمن ولذلك سميت يمن من اليمن من اليمين والشمال في الشأم الشأم اللي هو الشام اللي هو الشمال في جناح هنا وجناح هنا والديل في المغرب واخد برك ازاي ف يعني تخيلوا العالم على هذا الطائر وبهذه الكيفية وأسموه سبع حتة الراس الرقبة الجناحين البط الدي الوهكس فهو بيتكلم بقى في المسالك والممالك عن الحكاية دي عن انه فين البلاد بقى فيه أقاليم لكن فين البلاد وكان رئيس ديوان الإنشا وعلم القلقشان دي الحاجات دي وبس الحاجات دي بالنسبة لما كتبه القلقشان دي جزء من كل يعني بعض ما كتبه القلقشان دي في موسوعته التي ما زلنا ننهل منها في حاجات كتير كتبها وملأها بالأدب باللغة بالخط بالكتابة بأدوات الكتابة بتنظيم العمل بكيفية كتابة الرسائل للأفاق بالألقاب وكل مجموعة من الأمراء أو من الأودباء لهم ألقاب فالألقاب دي كيف تقول سعدتك ولا معليك ولا فخمتك ولا تقول ايه لمين وحاجات الحقيقة إنها رائعة وفائقة ومازلنا نعمل في ظلالها مع شيء من التطوير في العالم كله على فكرة مش عندنا بس ولكن هي لابد منها لدراسة البروتوكولات ودراسة واستعمال كل هذه المعلومات في الأداء الحسن سياسيا واجتماعي أساسا فضلتك نخرج إلى فاصل سريع بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل هذه الرحلة مع سيرة الإمام القشندي أرجوكم خليكم معنا بين أخضان الطبيعة وبداخل قرية قلق شندة ولد العالم والنابغة أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد وسمي بالقلق شندي نسبة لقرياته الخلابة التي شهدت مراعي منموغه في شتى مجالات العلوم هي قرية قلق شندة من القرى العريقة على مستوى الجمهورية ومن القرى القادمة الضاربة في ربع التاريخ وخرج منها علماء أسر الدين الإسلامي والحال الإسلامية والعلم والأدب منهم الإمام الليس بن ساع ومنهم الإمام القلق شندي هو اسمه القاضي شهاب الدين ابن علي بن أحمد القلق شندي فالقلق شندي الذي يعتز به أهل قرياته حتى أسسوا له المدرسة الأم بالقرية وتحمل اسم أحفاد القلق شندي تخليداً لذكراه وعرفاناً بدوره التاريخي والتعليمي لأبناء قرياته من الحاجات التي أسعدتني وأنا كنت أعمل في المملكة العربية السعودية كنت أدرس لطلابي الأدب العربي فكم كنت سعيداً عندما وجدت القلق شندي مذكوراً في كتب الأولاد يتعلمون عنه ويدرسون تاريخه لا تتعجب من ارتباط أهلها بأرضها وترابها فهي لم تقدم الإسلام والمسلمين القلق شندي فقط بل نشأ بها شيخنا الجليل الليث بن سعد ومن بعده بسنوات طويلة خرج من رحمها علمنا الجليل الذين تحدثوا عنه اليوم الإمام القلق شندي مرحب بالفضيلة الإمام الدكتور علي جمع مرة أخرى أهلاً بكم مولاناً أهلاً سلام بحضرتك الحقيقة لما حرجتها فضلت في الجزء الأول بشرح يعني صبح الأعشى هذه الموسوعة الكبيرة 14 مجلد في شرح بضع صفحات ثلاث صفحات ولا أربع صفحات يعني وعشرين سنة من الجهد الإمام القلق شندي لم يترك شيء إلا وكتب عنه وفيه عشرين سنة من الجهد الحقيقة عندي أكتر من سؤال يعني كيف الإنسان أن يعيش عشرين سنة من عمره يتفرق الأمر واحد فقط وهذا العمل وكتابة هذه الموسوعة طيب كانوا بيعيشوا بها حياة الموسوعة بيتكسبوا منين كان المؤلفات الأخرى اللي كانوا بيألفوها يعني لما نتخيل الأمر ده وإحنا في عصرنا الحالي نجده أمر مستحيل يعني لا هو أدام هو صاحب مشروعة فهو بيفتح ملفات المشروع وده موجود لغاية دلوقتي إن الواحد يفتح مشروعه بس ما بقيناش نشوف دامه لنا في العمل لا موجود أنا أدي لك أمثلة بسيطة جدا ممن عصرناهم كان مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى وكان عنده موسوعة اليهود واليهودية في سبع مجلدات كان فتحها وله كتب كثيرة بعضها أخذها من داخل الموسوعة يعني ياخد له فصل ويجعله المراجع بتاعته يزود فيه يرتب فيه ويطلعه كتاب فالمشروع مفتوح لما تيجي تيجي تقوله أنت خلصت الموسوعة لا يقولك لا لسه قدامي أبحاث كثيرة وقدامي جمع كثير وقدامي تحليل كثيرة لسه ما كملتهاش فده موجود إلى الآن وموجود مش عندنا أيضا بس في العالم كله موجود إنه لما واحد يكون عنده مشروع بيستمر في هذا المشروع ولا يعطله هذا المشروع عن الأداء وعن الإمام القرطبي قعد عشرين سنة أو أكتر في تفسيره وله كتب أخرى الإمام القلقشندي عشرين سنة في صبح دعشة وله كتب أخرى الإمام ابن حجر العسقلاني قعد أكتر من عشرين سنة في فتح الباري وله كتب أخرى وهكذا فلما الواحد بيكون عنده مشروع علمي بيعمله كده هذا المشروع بتاع القلقشندي في صبح الأعشة كان يتغيى به التعليم يعني كان هو عمله كتاب مدرسي عمله كتاب يدرس ويدرس بقى على سنين على مراحل جايز ولكن هو عمله لهذا وبعدين طب ماهداب ما يبقاش عمل صورة صحيحة وواضحة لقضية الإنشة اللي أحبها القلقشندي لدى الناس يعني ما ينفعش يبقى كتاب ثقافي تيكاوي كده اللي هو خد وطير لا ما ينفعش ده ينفع إنه يكون كتاب مدرسي وكتاب تدرس فيه سنين مش سنوات عمره يعني فاختصم في الصبح المسفر دي كان صبح الأعشة يعني إيه الأعشة؟ العشة هو نوع من نوع ضعف البصر فأنا هخلي العشة ده بييجي بالليل العشة الليلي العشة الليلي فييجي الضعيف البصر ده ما يشوفش بالليل حتى لو نورت له كده فبيطلع له الصبح هو الشيخ القلقشندي بيعمله إيه؟ بيطلع له الشمس يلا شوف أها فدكهات العشة خلاص الليلي يروح ويشوف عادي تماما بالنهار صبح الأعشة يبقى هو هيرشد المحتار ها؟ يعني مرشد الحيران اللي مش شايف هيخليه شوف اللي مش شايف هيخليه شوف في ديوان الإنشة أو في صناعة الإنشة نعم فهو راح مختصر في جزئين ثلاثة كده اللي هو علشان الناس بقى تتسقف على ما وصل إليه الحقيقة إن هذا المشروع بيبين أمور نمر واحد أنه يدعو إلى الموسوعية وأنه يجب عليك حتى تتم لك التجديد أن تقرأ في كل العلوم ولذلك تجد له كتب كثيرة في هذا المجال أغلبها طوبع الإنافة في دولة الخلافة وكذا كلها طوبع وكان يهتم جدا بأنساب العرب نهاية الإرب نهاية الأرب في أنساب العرب وقبائل العرب ألف كثيرا في تتبع الأنساب وده كان أمر حينئذ وفي عصره أمر مهم للغاية قضية الأنساب لأنه ما زال العصبية القبلية موجودة وما زالت العصبية القبلية بتمثل أحد أنواع السلطة في هذا الزمان فعلشان يدرك السلطة راحة فين وجاية منين ويتعامل معها لازم يعرف الأنساب ويعرف التفريعات بتاعتها من أين أتت طبعا أتى فيها بعلوم كثيرة جدا وحفظ لنا كثيرا جدا من الكتب اللي ضاعت ولذلك فكتب القلقشندي عمل زي كتب النويري كده لما ألف نهاية الأرف في فنون وعلوم العرب فالمهم إن صبح الأعشى هو مجموعة من الفنون والعلوم تؤهل الإنسان لأن يكون دبلوماسيا على أرقى مستوى وسياسيا على أرقى مستوى فبالتالي واضح إن تأثيره العلمي الكبير ده في ديوان الإنشاء وصبح الأعشى وباقي الكتب أكيد دي كانت مساعدة للأمة المصرية فيما بعد في نواحي كتير وهو تخصة كتير ظل هذا الكتاب عمدة للحكام وعمدة للديوان ديوان الإنشاء حتى توجه بطبعه في أوائل القرن العشرين في دار الكتب المصرية في مشروع تراثنا في 14 مجلد برك الله فيكم فضلات الدكتور شكرا جزيلا شكرا لكم شكر موصول الله حضرتكم إلى اللقاء شكرا لكم